بايدن يدخل على خط الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة إسرائيل تفرج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين عرص لبنان الكروي يتحول إلى ساحة حرب هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية فأهلا بكم وسط حالة من الهلع من تكرار أزمة عام 2008 دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خط أزمة المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية متعهدا بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنكي سيليكن فعلي وسيجنتر بانك وفيما طمأن بايدن الأمريكيين بأن ودائعهم بأمان أعلن البيت الأبيض أن الرئيس توصل إلى حل لأزمة البنكين في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة ورئيس الاحتياطي الفدرالي مع مجلسي إدارتهما بعد 17 عاما في الأسر أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي من مدينة غزة وهو بعمر الثالث والثمانين الشوبكي كان يقبع في سجن عسقلان وطوال سنين اعتقاله اقترن اسمه بألقاب متعددة أبرزها شيخ الأسرى حيث كان المعتقل أكبر سنا في السجون الإسرائيلية وخلال 17 عاما في الأسر فقد شوبكي زوجته عام 2011 كما تزوج أربع من أبنائه الستة واليوم لديه تسعة أحفاد لم يرهم في حياته في حدث كان يفترض أن يكون عرسا كرويا في لبنان تحولت مباراة كرة قدم مصرية بين فريقي العهد والأنصار إلى معارك بين مشجعي الفريقين من جهة وبين مشجعي الأنصار وقوات الأمن من جهة أخرى العرس تحول إلى ساحة حرب بعدما انطلقت هتفات طائفية وسياسية من مدرجات الفريقين وقبل وقوع كارثة تحصد أرواح المشجعين تدخل الجيش اللبناني للحيلولة دون تفاقم الوضع إلى السودان الآن حيث تدول الناشطون على مواقع التواصل الشمعي مقطع فيديو يظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير خارج السجن في عزاء شقيقه وصه تفات تعالت بين أنصاره من الحضور البشير تلقى العزاء في وفاة شقيقه بمنزل الأسرة الكائن بضاحية كافوري شرق الخرطوم بحري بعد أن منحه قادر المحكمة المختصة إذناً بذلك لمدة ساعتين فقط لما أثار خروجه من السجن انتقادات من بعض الناشطين لقطات لافتة وغريبة بالجملة شهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام لكن أطرافها كان ظهور حمار حقيقي على منصة توزيع الجوائز التي يكرم عليها أبرز وألمع نجوم السينما المذيع الساخر جيمي كيمو فجأ الجميع بإحضاره حماراً على خشبة المسرح أثناء تقديم الحفل مشيراً إلى أن الحمار ويدعى الجاني بالمناسبة هو الذي شارك في كل مأذب عن شيز أوف إنيشاران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر